اخبار اليوم الفنانة الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات وهي ممثلة مسرح وسينما وتلفزيون وشاركت في العديد بالمهرجانات واخذت جايزة لحسة ممثلة في مهرجان دبي 2007 عن فيلم تحت القصف لها العديد من الاعمال او برنامج سينما الغاد الدولي كل اووروض المهرجان جوه الاوبرا بكل اقسام المهرجان ولكن برنامجنا سينما الغاد الدولي في سينما الهناجر اللي هي جنبنا هنا على طول او في ظهرنا وسينما جميلة ومعدة على احدث التقنيات وبحضور مخرجي الافلام من كل العالم وكنا حرسين وكان فيه تفاهم واستعاب كبير من استاذ سمير وحرص لانه وده بقى هنا الجانب اللي هي علاقة بالدولة المصرية عندنا فيلم دانسنج ويدماريا ده ايطالي وارجنتيني سلوباني ده فيلم جميل جدا وحيبقى ده فيلم الافتتاح وده كان عرض في اسبوع النقاد في بنيسيا الاخير فيه فيلم برضو اخر اتعرض في اسبوع النقاد في بنيسيا الاخير وهو طفل لا احد نوان شايل ده فيلم سربي كرواتي وده كان خادت جائزة بتاعت رارو اوديونس اوورد بتاعت مهرجان بنيسيا الاسبوع النقاد عندنا فيلم احبس انفاسك مثل العاشق ده فيلم ياباني وده كانت عرض في مهرجان لقرن هذا العام عندنا فيلم اخر اللي هو فيلم ده ايراني فيلم ده ياسين الادريسي وده انتاج من هولندا ومن المغرب ومن مصر فيه ايضا هيبقى ندوة عن النقل السينمائي وكيف تصبح نقدا انه هتكون يوم 14 في المجلس الاعلى للثقافة طبعا يكون البيانات موجودة في الملافذ الصحر شكرا بس عايزة ما اقولتش لجنة تحكيمة فاق السينما العربية هي برئاسة الفنانة ليلى علوي وعضوية الناقض محمد رضا والمنتج التونسي نجيب عياد اشتركوا في القناة